بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نعزي مولانا الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والمراجع العظام والأمة الإسلامية بحلولي شهري محرم الحرام استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وذكرى انتصار الدم على السيف طبعا للأمة سلام الله عليهم أجمعين أدوار هناك كتاب للسيد محمد باقر صدر رحمة الله عليه يقول تعدد الأدوار ووحدة الهدف تعدد أدوارهم لكن الهدف وحد الأمة سلام الله عليهم أجمعين منهم من قاتل بالسيف وقتل كالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسن قاتل بالسيف لكن قتل بالسم وبعضهم بعض الأمة سلام الله عليهم أجمعين نشر علوم آل محمد صلى الله عليه وسلم كالإمام الصادق الإمام الباقر والإمام الصادق يعني أتيحت لهم الفرصة في وقت عمر بن عبد العزيز ونشر العلوم وبعضهم يعني بعض الأمة سلام الله عليهم أجمعين بقي في طوامير السجون كالإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه والإمام الهادي الإمام الحسن العسكري لذلك تعدد الأدوار ووحدة الهدف سألوا نرجع إلى كربلاء وقضية صلح الإمام الحسن عليه السلام البعض من الناس يعترض على الإمام الحسن يقول لما لم يقاتل مع القلة والإمام الحسن قاتل مع القلة هذا سؤال مهم زيلا البعض حتى يعني أكو كلام قرأته في بعض التاريخ أنه يسلمون على الإمام الحسن السلام عليك يا مذل الرقاب المؤمنين باعتبار أنه بايع أو عفوا صالحة ولم يبايع صالحة الإمام صالحة معاوية بن عبي سويان الإمام الحسن عليه السلام لكن صالحه على أن يعمل بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أن تكون الشيعة آمنة في عراقهم في شامهم في حجازهم ووقع على الاتفاقية الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية بن أبي سفيان وقع على اتفاقية وتم الأمر لكن بعد ما انتهى الأمر معاوية بن أبي سفيان طبعا قال أما العهود والمواثيق التي أخذت علي من قبل الحسن بن علي ها هي تحت قدمي وهذا مو غريب هو ابن آكلة الأكباد فشاهد الكلام الإمام الحسن ما صالح إلا أن عبيد الله بن عباس كان قائد من قوات جيش الإمام الحسن عليه السلام وأغراه معاوية بشيء يسير من الأموال فانتقل عبيد الله بن عباس من جيش الحق إلى جيش الباطل يعني من جيش الإمام الحسن إلى جيش معاوية بن أبي سفيان وفي رواية أخذ أربعة آلاف يعني مقاتل وفي رواية ثمانة آلاف مقاتل فلم يبقه مع الإمام الحسن عليه السلام مع الإمام الحسن إلا بعدد الأصابع لذلك صالحة معاوية بن أبي سفيان لعدم إراقة دماء المسلمين سأل بعض يقول لماذا الإمام الحسن صالح والإمام الحسن مع القلة قاتل طبعا عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان قام أو قاعدة يعني قام بثورة أو قاعدة هو إمام معصوم مفترض الطاعة وكلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قرآن الكريم يعبر عنه وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قابق أو سيدي أو أبنا فنحن نأخذ كلام عامة الناس أم نأخذ كلام اللي عبر عندنا القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحسن والحسين إماما قام أو قعدا يعني هؤلاء الذين تكلموا على مولانا الإمام الحسن عليه السلام لأنه صالح معاوية بن أبي سفيان أنه مذل رقاب المؤمنين أنه كلام مثومين لأنه النبي والفاصل يعني كلام النبي والحجة يعني سواء يعني لو كان لو نعكس القضية لو كان الإمام الحسين عليه السلام في وقت معاوية ما كان الحسن لصالح ولو كان الإمام الحسن عليه السلام في كربل لا لا قاتل قضية تعدد الأدوار ووحدة الهدف أدوارهم متعددة زين قلنا أن بعضهم قاتل بالسيف وقتل وبعضهم مثلا مسك القلم ونشر علوم آل محمد وبعضهم بقي في طوامر السجون بعضهم صالح بعضهم قاتل وهكذا وهذا هو تعدد الأدوار ووحدة الهدف وبالتالي هو الإمام الحسين عليه السلام لما يعني قاتل مع القلة القليلة شوف كربلاء كل المعارك تذكر على مرور التاريخ مرور عابر لكن قضية كربلاء قضية مخطط لها قضية مخطط لها يعني كيف أنها مخطط لها يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى يثرب طبعا استقبله استقبال حار وكل واحد من الصحابة يعني أراد أن يستضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تكون صلى الله عليه وآله وسلم حتى تكون إلى شرف عظيم فقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اتركوا الناق إنها مأمورة فالناق وقفت في بيت أبي أيوب الأنصاري فمن هنا انطلقت يعني انطلقت الرسالة المحمدية يعني من هذا المكان وتجد أن الحسين عليه السلام لما جاء إلى كربلا متوجها من مكة ووصل إلى أرض العراق وصل قال ما تسمى هذه الأرض قالوا نينوى قال هل لها اسم غير هذا قالوا الغاضريات قال هل لها اسم غير هذا قالوا العقر قال أعوذ بالله من العقر قال لهم هل لها اسم غير هذا قالوا بلى تسمى كربلا قال أصحابي هاهنا محطر حالنا هاهنا تقتل أطفالنا تحرق خيامنا وهذا اللي وجدنا طبعا وسمعنا وأن الدم هنا انتصر على السيف مع القلة القليلة فتعدد الأدوار ووحدة الهدف إمام معصوم مفترض طاعة أنا ما من حقي أن أعترض على أي إنسان ما من حق أن يعترض على إمام معصوم فالإمام الحسن لما صالح هو شأنه تكليف الشرعي والإمام الحسين عليه السلام لما قاتل أيضا هو تكليف الشرعي وهذا هو تعدد الأدوار ووحدة الهدف وهذا هو انتصار الدم على السيف وتجد أن الدم لحد الآن منتصر ما تأتي مناسبة الأربعينية ومحرم الحرام إلا وتجد الملايين من شرق الأرض وغربها عند قبري مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالبيض لما مال الفؤاد إلى سواك نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته يوم اللقاء إنه سميع الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شكرا